حياة إرهابي داعش أغلب كثير من حياة عناصر الشرطة التركية وأي مواطن تركي آخر ولغازعين تاب علي يرلي كايا وبدون أدنى إحساس بالحرج أو الخجل من شعبه على الأقل دافع عن الإرهابي رقيق القلب الذي فجر نفسه في أحد الأبنية السكنية بغازعين تاب متسبباً لمقتل ثلاثة من الشرطة التركية ولغازعين تاب الذي نسي أن يعزي بمقتل الشرطيين الثلاثة كاد أن يصف الإرهابي بالشهيد إن ذلك الشخص أبطل مفعول حزامه الناسف بمنزل قيد البناء كي لا يؤدي سكان البناء حادثة صغيرة تلخص باختصار سياسة النظام التركي في دعم الإرهاب التفجير لم يقع نتيجة ملاحقة ومتابعة من قبل الشرطة التركية التي تعرف أصلاً أماكن التواجد الإرهابيين في غازعين تاب بل نتيجة الضغط الذي مارسه أهالي الحي وإصرارهم على طلب مداهمة أحد أوكار الإرهابيين في حيهم وقوع هذه الحادثة في هذا التوقيت كان له ردة فعل غاضبة وخاصة من الإعلام التركي المعارض فقبل أيام فقط حذرت صحيفة برجون من تنامي خطر تنظيم داعش الإرهابي في هذه المدينة ونشرت خريطة تبين بالتفصيل أماكن تواجد إرهابي داعش كذلك أكد النائب السابق في حزب الشعب الجمهوري جوكهان جون آيدن على قناة CNN تورك أن داعش يمتلك أحياء بأكملها في غازعين تاب لكن كلام النائب حينها لم يرقل النظام التركي الذي دفع برئيسة بلدية المدينة فاطمة شهين للاتصال مباشرة بالقناة وتكذيب النائب والادعاء بأن المدينة خالية من الإرهابيين ترجمة نانسي قنقر